تباصل المد التنازلي للحالات الإيجابية للإصابة بكوفيد-19 المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين مؤكد بذلك انتهاء الموجة الثانية رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبد الكريم مزيان بالفقيه أوضح اليوم الثلاثاء خلال تقديمه للحصيلة نصف شهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة أن المنظومة الصحية سجلت خلال الأسبوع الماضي انخفاضاً قارب 33% على المستوى الوطني في عدد الحالات الإيجابية لافتاً إلى أن هذه الحصيلة الأسبوعية لم تسجل منذ أكثر من خمسة أشهر بتزامن مع ذلك قررت الحكومة المغربية اليوم رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ابتداء من يوم غد الأربعة لمناقشة هذه المعطيات والمؤشرات الجديدة يحضر معنا في الستوديو رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية السيد عبد الكريم مزيان بالفقيه أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً أستاذة شكراً على الاستضافة إذن كما قلتم حصيلة هذا الأسبوع كانت حصيلة استثنائية لم تسجل منذ أكثر من خمسة أشهر ما العوامل الرئيسية تحديداً التي ساهمت في انخفاض المنحنى الوبائي بالمغرب بالفعل أكدت المعطيات للأسبوع هذا المد التنازلي الذي نشاهده منذ تقريباً 13 أسبوع ونحن نشاهده واليوم تأكد بصفة جزرية يمكننا نأكد بأننا خرجنا من الموجة المجتمعاتية الثانية الحمد لله لأننا نسجل الآن أقل من 20 حالة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع وهذا هو الحد الذي يعطينا الضوء الأخضر مؤشرات خضراء طبعاً يجب أن نعمل تقييم أو نشوف المحددات لهذه النتائج الجد إيجابية كان لقوا بأن هناك قرارات تخدث على مستوى الوطني هناك كانت استجابة من المواطنين لازم نشكرهم ولازم نأكدوا هذه المسائل وتالت حاجة التي نظن بأنها هي العامل الأساسي وهو نسبة التغطية بالتلقيح التي وصلنا لها في بلادنا بدأت تعطي المأكول لها وما زال تحسن إن شاء الله الحال جغرافياً أستاذ بالفقية هل هذا الانخفاض مرتبط بمدينة أو منطقة معينة أم يشمل جميع المناطق المغربية؟ المهم والجميل في هذا التحسن الوبائي هو أنه شمل جميع الجهات 12 الجهات للمملكة وشمل جميع الأقاليم إذن يمكننا نقول بأن هذه العملية استجاب لها المغرب كبلدين واحد والحمد لله هذا ما يأكد بأن الاستجابة كانت على مستوى وطني نعم يعني بالحديث عن حملة التلقيح الوطنية هل نستطيع أن نقول بأننا اليوم يعني وصلنا فعلا إلى تحقيق الهدف الكبير وهو تحقيق المناعة الجماعية في المغرب؟ لا اليوم ربحنا واحد الشوت من المعركة ضد الكوفيد 19 أو هذه الجائحة المعركة هي الخروج بكل سلام من الموجة الثانية لكن المعارك ما زالين متواصلين الفيروس ما زال معنا في البلد كي تربص أننا نقوم بأخطاء أو تخفيف مزروب عجب باش يرجع ولهذا فالمعركة ما زالة وكن نظن بأننا لازم أننا نكون محتاطين ونكون جد حادرين لأن في ضفة الشمالية البحر الأبيض المتوسط هناك بلدان أوروبية اللي شهدت واحد لاستفاقة وبائية وكان عرفوا بأن المغرب الحمد لله بلد مفتوح بلد عنده تجارة بلد عنده تبادل سياحي بلد عنده خطوط جوية مع عدة مدن أوروبية فاللي كيوقعت ما يمكن يؤثر على الحالة الوبائية دينا نتمنى أننا نكونوا ياقدين ونكونوا حادرين في المحافظ على هذه المكتسبات وكان نظن من بين الشروط اللذي ما باش نحافظ على هذه المكتسبات هما أننا نوصلوا الواحد المستوى ديال 85% ديال المواطنين اللي كان المستهدفين يكونوا ملقحين ما زال ما وصلنا لاش عنا تقريباً واحد ربعات المليون ونصفة الخمسة المليون اللي كان طلبوا أنهم يجيوا ويشاركوا في هذه الحملة هذه سواء في الجرعة جوج الأولين أو الجرعة الثالثة الاستدراكية أو عفواً دائمة يعني كما قلت المعركة مستمرة لكن ثمت مؤشرات جد إيجابية لكن ثمت من يقول من الوارد جداً أن يعرف المغرب انتكاسة وبائية أو ربما موجة ثالثة هل هذا وارد؟ بالفعل من المسائل اللي عرفنا من الدروس التي عرفناها عن هذه الجائحة وعلى هذا الفيروس هو أنه يهاجم بالمد والجزر بصفة 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 ماشي دائمة ولكن يجي واحد الأمواج جاءت الموجة الأولى في بداية العام 2020 جاءت البداية الموجة الثانية في آخر 2020 ثم الموجة الثانية جاءت هي اللي خرجنا من هذا الموجة الأولى ما كانتش موجة لأنها كانت صغيرة كانت جد 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 صغيرة ما كانتش عندها المواصفات ديال الموجة فجد وارد أننا نستقبل موجة ثالثة آتية من شمال البحر الأبيض المتوسط في الأشهر القليلة القادمة لنتحدث قليلا عن جواز التلقيح هل ترى أستاذ بلفقي يعني بأن هذه الخطوة ساهمت في تشجيع المواطنين على الإقبال بكثافة على التلقيح بالفعل لأنه هو جواز التلقيح ما هو إلا واحد الإجراء إداري ديال الناس اللي تلقحوا المهم هو التلقيح ماشي الجواز ديال التلقيح وقع نقاش كبير على جواز ديال التلقيح ومسألة ديال التلقيح ومسألة ديال حماية مجتمع كامل يعني بحالي ظهرت في رجعت الخلف كانت مننا أن الكل يتكلم على التلقيح كوسيلة للحفاظ على هذه المكتسبات وهذا الجواز هذا ما هو إلا تعبير إداري على الحالة ديال أي شخص اللي كيكون عنده اللي كيكون عمل الجرعات دياله جوج أو ثلاثة يكمل ستة أشهر ولهذا فهذا التلقيح هذا فهذا الجواز هذا سمح أن الناس يستفدوا بعض الامتيازات اللي كتخولها لهم هذه العملية ديال التلقيح من بينها أكثر حركية أكثر حرية في الخروج وأكثر دخول لبعض الأماكن اللي كتعرف واحد الاكتداد ولهذا فكنشجعوا الناس باش أنهم أولا يديروا عملية يشاركوا في عملية التلقيح ثانيا ينزلوا في تطبيق ديالهم العملية ديال جواز جواز صحي أو جواز التلقيح اللي غادي يسمح لهم باش أنهم يستفدوا من عدة امتيازات نعم أستاذ بالفقية يعني العديد من المغاربة يتسألون يتسألون حول الجرعة الثالثة يعني يقولون نحن أخذنا الجرعة الأولى والجرعة الثانية ولا دعي لهذه الجرعة الثالثة نود أن نشرح هنا للمواطنين أو في إطار التوعية أهمية الجرعة الثالثة لاستكمال يعني هذه العملية عملية التلقيح المغرب الحمد لله هو وضع استراتيجي استراتيجي هي عملية صغيرة شرينا التلقيح وجينا نديروها للناس بل أنها استراتيجية متوضعات على أسس علمية على أسس تجاربية على أسس المراقبة ودير التتبع ولهذا فش نديروها التتبع أي تلقيح نديرو للتتبع ديله وكان تتبعوه وكان أخذوه واحد العينة من عند الأشخاص اللي دارو تلقيح وكان نشوفو ذلك الجزئات ذلك الأجسام المضادة شحل الكمية ديالهم وشحل الجودة ديالهم وظهر بأن في ابتداء من الشهر السادس كتنقص هذا العدد ذلك الأجسام المضادة ثاني حاجة لاحظنا بأن شكونوا من الناس من هم الناس والضحايا اللي كيدخلوا لأقسام الإنعاش أو اللي يتوفوه لقدر الله هم الناس اللي ما عندهم ش تلقيح اللي ما داروش تلقيح هم الناس اللي وخدروا تلقيح ولكن عندهم أمراض مزمنة أخرى مجانبة وخصوصاً وخصوصاً الناس اللي دارو تلقيح الجرعة الثانية هذي أكثر من ستة أشهر إذن هذي كل شيء ومع المعطيات العلمية العالمية اللي وقعت أكدت بأن الجرعة الثالثة أو الجرعة الداعمة هي جرعة عندها واحدة جدوى كبيرة باش أنها كتعود تفكر جسم الإنسان في القيام بالمهمة ديالو ضد هذا الفيروس هذا اللعين مع مواصلة الحملة الوطنية للتلقيح نلاحظ مجموعة من المعلومات المغلوطة والغير العلمية كيف تصير الحملة الوطنية للتلقيح في خدم كل هذه الإشعاعات سؤال جدواجيه كنضم لأن الإجابة ستكون مشتركة كين دور ستقوم به وزارة الصحة في التعريف بالجائحة تعريف بالتلقيح تعريف بالأعراض الجانبية التي تلقيح وكين دور تقوم به الصحافة سواء بشتة أنواعها باش أنها هي مصاحبة للليجن العلمية اللي متواجدة في بلدنا باش أنها كتزيل وكتملأ ذاك الفراغ لليه ذاك الفراغ يمكن يتملأ بواحد المعلومة غالطة كنتمنى أنه يكون واحد العمل متبادل ما بين الإدارة والجسم الصحفيين والقنوات الكل باش أننا نحرب هذك الإشاعات الغالطة والمغلوطة واللي كتنقص من جودة إذا هي مجهودات مشتركة رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الأستاذ عبد الكريم مزيان بالفقه شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا لك